السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في كناة كل ما يخص الشاترانك معكم تام الغندور النهاردة هنتكلم عن الجولة التاسعة من بطولة المرشحين زي ما انت شايف بعد الجولة التاسعة ده ترتيب المرشحين حتى الان اول حاجة جوكيش جايب خمسة ونص بعدي نيبو جايب خمسة ونص بعدي براجناندا جايب خمس نقاط بعدي ناكامورا جايب أربعة ونص وفيديد جايب أربعة ونص وكاروانا جايب أربعة ونص وفيروزا جايب ثلاثة ونص واباسوف جايب ثلاثة ونص طيب تعالوا نلخص اليوم التاسع من بطولة المرشحين يلا بينا لعب النهاردة في الجولة التاسعة فيديد لعب ناكامورا وكسب فيديد واحد سفر اتعادل جوكيش مع بجراندا نص ونص وفيروزا اتعادل مع هنيبو نص ونص واباسوف اتعادل مع كاروانا نص ونص يلا بينا نشوف الدور دوت ما بين فيديد بالقطع البيضاء بيلاعب ناكامورا بالقطع السوداء وبدأ فيديد اي فور اي فايف نايت اف سري هات البيضاء نايت اي سي سيكس حمل بيضاء بيشوب سي فور كده دخلنا في الطابق اللي هادي لعب نايت اف سيكس هات البيضاء لعب دي سري عشان يلعب الفيل بعد كده على مربع فايف ويربط الحصان على الوزير لعب له هنا نقلة العيدة وهي اتش سري طبعا النقلة دي لها كذا هدف اولا ان انا بمنع فكرة اللبيض ان هو يربط الحصان على الوزير وفي نفس الوقت ممكن نلعب جي فايف في المستقبل في اي لحصان لعب فيديد سي سري الفكرة من النقلة دي طبعا عشان تدعم نقلة دي فور في المستقبل وفي نفس الوقت امنع مناورة الحصان على مربع دي فور وعلى مربع بي فور حلو الكلام لعب دي سيكس عشان يحمل بيضاء وفي نفس الوقت يبقى عنده في لقطة ملقطات يلعب نايت على مربع اتش فايف ويتخلص من الفيل الكوي ده مربع جي فور كل دي افكار اللي يضلسوا في الوقت ده لعب هنا بيت تبيت عادي لعب جي فور هنا بقى ممكن نقول ملحوظة مهمة جدا النقلة دي نقلة جي فايف النقلة دي مبنية على الرؤية التقديرية لللاحظ استراتيجيا لو انت فكرت تلعب نقلة زي كده فقرارك مبني على وضع مالكات بمعنى ايه؟ يعني المفترض ان انت بعد ما تلعب جي فور فكرتك ببساطة ان انت هتلعب في جناح الملك يعني هتفتح الخطوط على جناح الملك وتبيت طويل ولو انت نفست الفكرة دي يبقى دي الفكرة المنطقية المعروفة في الموقف ده ولكن هنا لسود فاجئ الجميع وبيت في نفس الجناح وطالما بيت في نفس الجناح هتبقى النقلات اللي هو العبها دي النقلات ضعيفة عملته اضعفات كبيرة جدا في جناح الملك زي ما هنشوف في المستقبل لايب نايت دي تو طبعا فكرة نايت دي تو ايه الفكرة من النقلة دي الفكرة من نايت دي تو ان هو دلوقتي عاوز يجيب الحصان ده على مربع اس ري بمعنى ان هو ممكن يحرك الفيل يرجع الفيل عشان يجيب الحصان على سيفور او يحرك الرخ ويجيب الحصان على مربع اف وان يعني ايا كان مناورة الحصان المهم ان هو بيدخل الحصان عشان يجيبه في المربع الزهبي اللي هو مربع اس ري لايب هنا بيشوب على مربع جي سيفن لايب بعد كده بيشوب بيس ري الهدف من النقل زي ما قلنا عشان يمهد نقلة للحصان على مربع سيفور عشان يجي في المربع الجيد اللي هو مربع اس ري عشان يرائب المربعين اف فايف وي فايف دي الفكرة بالقصد هنا لايب نقلة افايف اللي سويد طبعا النقلة دي نقامورة لعبها بهدف ان هو يكسب مساحة على جناح الوزيجة ودي برضو نقول معلومة استراتيجية في الشكل ده اي نقلة تتلاعب عليك افايف او اتش فايف افضل رد ليها هو نفس النقلة يعني من حد يلعب لك اتش فايف يلعب عليها اتش فايف طب ايه الفكرة بالنقلة دي ما تخليش الخصم ياخد مساحة عليك فهنا فعلا فيديت لعب اي فور عشان يمنع الفكرة ديت لعب اللي سويد بيت وطبعا اول ما بيت زي ما انتم شفتوا بقى دي الاضعفات اللي نتكد عن نقلة جي فور اللي احنا قلنا عليها طبعا كان المفترض اللي سويد في الموقف ده ان هو كان يجيب الفيل على مربع جي فور ويجيب بعد كده الوزير وبعد كده يبيت في جناح الوزير دي الفكرة البساطة ولكن هو طبعا يعني كسر كل قواعد الاستراتيجية في الموقف ده لعب اللي ابيض فكرته لعب نايت سي فور عشان يدعم نقلته الجاية على مربع اسري لعب بيشوب اي سيكس طبعا الفكرة هنا ان هو عاوز يتكسر الفيل القوي اللي موجود على مربع بيسري وبنفس الوقت عاوز بالا يلعب نايلة الوزير ويربط الخافه لعب الرخ طبعا نايلة الرخ الهدف منها بحمل بدأ عشان في المستقبل عاوز يلعب دي فور وحرر السنتر بتاعي لعب رخ على عمود الاي نفسك فكرة برضو بيحاول ان هو يشارك اللي ابيض فيه عمود الاي لعب ايتش سري طبعا نايلة ايتش سري نايلة الهدف منها ان انا بمنع زاية البدأ المستقبلية اللي ممكن اللي سويد يلعبها وفي نفس الوقت بفتح جرفة او بفتح مربع جيد للحصان اناور بيه بحيث ان اجيب الحصان على مربع ايتش تو في المستقبل لعب هنا اللي سويد وزير دي سيفن ايه الفكرة بالنقلة دي طبعا زي ما قلنا كده ربطا لفتح ببعضها وعنده لقطة في الفي بيدأ في المستقبل ولكن في الفي بيدأ دلوقتي هتبقى نايلة بلندر لو لعب مثلا اللي بيض بيشوب دي تو لو فكرت تاكل في الفي بيدأ هتبقى نقلة سيئة ااكل بيدأ في فيل عادي ما فيش اي مشكلة لو كانت حتى بالوزير برجع بالحصان وعندي بقى الافكار دي بنعلك كل الافكار بتاحتك ما تقدرش تعمل اي حاجة النقلة جايه اجيب الوزير اف سري وهدد وزيرك وتروضك من هنا ويبقى انا كده اخدت قطعة مقابل بيدأ في الموقف ده فلذلك في الفي بيدأ نقلة ضعيفة اللي سويد ملعبهاش طبعا في الموقف ده وهنا اللي سويد لعب رخ الايه على عمود الدي وكده اللي سويد اعتبر انتها كده من مرحلة اللي فتاح بردو اخد فايلات نسف مفتوحة علي عمود الملك وعلى عمود الوزير من اللي خاتل كلام جميل acağ Else الفكرة من النقلة دي برضو نفس الكلام اللي بيد برضو بيتمم مرحلة الافتتاح ربط الاحصان وفيكرة اللي برضو انه يجيه من rational الرخ الايه على عمود الدي وبرضو يشارك الليسود على العمودين. نفس الفكرة في نفس الشكل. لقب هنا بي سيكس. الفكرة بالنقلة دي ان هو بيحمي البيضة الموجود في اتش فايف عشان يقدر بعد كده يحرر الحصان ويجيبه على مربع اي سيبين. لقب الليبيض هنا بيشوب اي تو. الفكرة بالنقلة دي? اولا الفكرة دي عشان لو فكر الليسود يكسر فيه في فيل فما يخليش الوزير بتاعه في مربع ضعيف او في مربع سيء. فهينا فكرة الليبيض ان هو في المستقبل ممكن يحرق الفيل على عمود البي في اي لحظة بعد ما يحرر الحصان. دي الفكرة بتاعه. لقب الليسود النايت اتش فايف. طبعا النقلة بيحرر فيها الحصان وعاوز في المستقبل يهيب الحصان على مربع اي سيكور عشان يزود الضغط على جناح الملك بالفيل والوزير والحصان. دي طبعا فكرة جيدة. لقب عليها النايت على مربع اي سيلي. طبعا دي منورة معروفة جدا بالحصان. الفكرة منها دلوقتي انت لو فكرت تاكل في الفيل هيبقى المربعين دولة مربعين ذهبيين بالنسبة للحصان. وهنا فقلا قصر الليسود في الفيل كالرخ فيه. طبعا التكسير هنا لفوائد ولعيون. الفايدة الاولى من التكسير ان يخلى الله بيض عنده رخ سيئة جدا على عمود البي. ولكن مساوئ هذه النقلة ان يخلى الحصان له مربعين جاملين جدا على مربع اي فايف وعلى مربع دي فايف. ولكن هنا الليسود حاسب النقلة دي. ولايب نقلة جيدة وهي على مربع تعالى مربع اي سيفين. الفكرة منها ان هو بيمنع افكار الليبيض في منارة الحصان على احد المربعات دي. دي فور بيحارب السنتر دلوقتي. كل بدأ في بدأ. انا شايف بدأ في بدأ مش حلوة بالنسبة للليسود. كل هنا بدأ في بدأ. واصبح الليبيض كده عنده سنتر قوي جدا. وعنده سنتر متحرك. ممكن يلعب في المستقبل نقلة او نقلة اي فايف. على حسب طبعا النقلات الليسود في الموقف ده. ليب هنا الليسود دي فايف. وطبعا دي فايف سمحت للليبيض ان هو يلعب نقلة اي فايف. زي ما قلنا ده سنتر متحرك. ممكن يتحرك على حسب رد فعل الليسود في الموقف ده. الليبيض دلوقتي افضل طفيفا في الموقف ده. اولا عشان عنده وزير اكتف جدا. على هذا الوقت وعلى هذا العمود. ثانيا فكرة الليبيض هنا ان هو يطور رخه. ويجيبها على مربع اسري. عشان بعد كده يجيبها على مربع اسري. دي فكرة الليبيض في الموقف دي. لعب الرخ على عمود السي. الفكرة من النقلة دي ان هو عاوز يلعب سيفايف ويهاجم السنتر ويكشف على الوزير. راح يلاعب الليبيض هنا رخ اسري. بيطور رخه السيئة عشان يجيبها على العمود السي. لعب سيفايف. راح لعب الليبيض هنا بدأ في بدأ. الفكرة من النقلة دي دلوقتي لو مفيش فيل في بدأ كان بالافضل ان هو يكون بدأ في بدأ ويعمل بيادئ سنتر جيدة في وسط الرقعة. ولكن عشان البيضة بتاعه اللي موجودة على العمود الايه هيبقى متعلق عشان كده اكبره ان هو يكون رخي البيضة بعد رخي البيضة اللبيض لعب كوين دي وان طبعا الافضل هنا الانجي بيقولك الافضل هنا ان انت تلعب وزير على مربع بيس ري دي الافضل تبقى طالب البيضة وفي نفس الوقت بتحرر الرخي لي على عمودة دي بعد كده دي الفكرة البصورة ولكن هنا اللبيض لعب وزير دي وان وفي لقطة بالقطات هو طالب الحصان بشكل جيد مباشر بحس ان هو يكشف بالحصان حصان في بيضة مثلا وياكل وزير في حصان بعد كده دي الفكرة اللي ممكن يلعبها اللبيض في الشكل ده ولكن هنا اللي سود لعب نايت اف فور عشان يمنع عن فكرة الهجوم بالكشف بالحصان ولعب نايت اف فور هي بي فور طبعا البيض بيتخلص من بيضة الضعيف اللي موجود على العمود البي وفي نفس الوقت بيلعب بتمبو عاوز الرخ بتمبو وعاوز البيضة اللي موجود في اف اي هنا احسن النقلة يرجع بالرخ على العمود C C8 كل بيدئ في بيدئ بيدئ في مبو wonderful راح يلاعب عليه النسوي دلوقتي انا عاوز ا خد البيدأ اللي موجود في السنتر اللي هو البدئ المهم جدا وفي نفس الوقت طالب فيلك فهنا اللي ابيض يرجع بالفيل حمل بدأ بتاعه قصر حصان في بيدأ رح واكل فيل في حصان وديه النقلة الجيدة رح واكل فيل في فيل رح واكل حصان في بيدأ طبعا حصان في بيدأ هنا نقلة جيدة طلبة ايه النقلة دي؟ طلبة فرق على مربع F6 واخد وزيره فهنا اجبار اللازم يكون حصان في حصان رح واكل هنا حصان في فيل هات وزيرك وهنا هنبدأ نشوف مشاكل اللي سود بعد النقل G4 اللي لعبها في الافتتاع لعب الوزير طبعا الانجين هنا بيقولك الافضل ان انت تجيب الوزير على مربع D6 عشان ما تبقاش على مرمى على عمود الرخ كده ممكن اللبيض في اي لحظة يرفع الحصان ويكشف على الوزير وفي نفس الوقت هنا اللبيض بقى عنده نقلة جيدة وهي رخ على عمود الدي كده انا طالب حصانه وطالب من بعد الحصان ان انا يجي على مربع D6 واكل للبيدأ اللي موجود على مربع H6 فعلا لعب الحصان على F4 حيات الرخ قال له هات وزيرك مشي بالوزير رخ ببيدأ زي ما انت شايف هنا خلاص بعد رخ ببيدأ اصبح البيدأ اللي موجود على عمود G ده بيدأ ضعيف غير طبعا المربعات الكتير جدا الضعيفة في جناح المال هنا راح لاعب نقلة سيئة اللي سويد اللي هي كوين على بيتو طبعا الفكرة من النقلة دي ان هو عاوز يطلب الحصان اللي موجود على عمود A ولكن هنا اللي بيتفاجئه بنقلة قوية وهي وزير عالم ربع D7 الفكرة من النقلة دي دلوقتي انت مددرش تاكن رخ بحصان عشان عليها وزيف رخ دي اول حاجة تاني حاجة اللي بيت دلوقتي بيهدد بوزير في بيدأ وطالب نقلات قوية جدا في الموقف ده فلاعب هنا وزير على مربع بيسري عشان يحمل مات خلاص هيخش بقى في الاعماق ولعب وزير F5 طبعا وزير F5 نقلة قوية جدا طلبة نقلات كتير طلبة البيدأ الضعيف اللي موجود في G5 وطلبة وزير على مربع H7 وطلبة افكار كتير جدا عشان يمنع الهجوم الكاسح على جناح المالك فلاعب نايت على مربع G6 طبعا النقلة دي نقلة خلاص نقلة ضعيفة واحسن نقلة هنا للبيد ان هو يكون روكف احصان وكده اللبيد بيكسب في كل التفرعات اي نقلة هتلعبها اللبيد بيكسب هنا طبعا فيه تحليلات كتيرة طبعا هنا فالنقامورا سلم في الموقف ده عشان هنا فيه ردود كتير تعالوا نشوف رد رد لو لعب KF8 طبعا دي نايت بلندر عليها 9D7 بكش مال ده او الرد طيب ارجع تاني لو لعب KF8 طبعا دي هتبقى نايت بلندر هتديره ماد في اتنين كيش هيمشي بالملك في اي مربع وتديره كيش ماد بالوزير كلام جميل طيب ايه تاني لو لعب KF7 هنا برضو فيه ماد في اقل النقلات هتاكن اخر بيدق بكيش وخلاص كده معندوشا لنقلتين واي نقلة انت بتديره ماد في اقل النقلات لو جيه النقلة دي هتبقى نايت بلندر عشان عليها كيش هيمشي وتديره كيش ماد بالوزير ولو اه تلع فوق نفس القصة كيش هيرجع وتديره كيش ماد بالوزير احسن نايت هنا ايه في الشكل ده ان انت تاكل بيدق برخ بيدق برخ ده افضل نقلة في الانجين يعني هتأجل الماد عدة نقلات ولكن برضو اللابيت بيدي ماد او بياخد تفوق رهيب في الشكل ده هيكل بقى وزير في بيدق وبعد كده هيكل الرخ دي وهيبقى معا وزير رخ اصاد وزير ويكسب اه بكل بساطة في الانجين ده اليوم التاسع من بطولة المرشحين الفين اربعة وعشرين وزي ما شوفنا ده الجدول المركز الاول جوكيش فامسة ونص والمركز التالي نيبو والمركز التالي براغراندا فامسة وي نكامورة المركز الرابع اربعة ونص وفيديد اربعة ونص وكروانة اربعة ونص وفيروزة تلاتة ونص واباسوف ثلاثة زي ما انتشوفتم ده الجولة التاسعة احنا اكتفينا بالماتش اللي في لعب النهاردة اللي كان في مكسب وبقية الماتشاط تعدلات زي ما تشوفك لو عاجبك في ريديو ما تنسانيش اشتراك لك شير ولو عاوز تعمل اكتر رابط الكورسات في وصف الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته